24 حزبا و 151 مرشحا مستقلا هم من صادقت عليهم الهيئة العليا للانتخابات التركية ممن سيتنافسون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر تنظيمها بحلول الرابع عشر من أيار المقبل بناء على قرار المصادقة ستتنفس الأحزاب في 87 دائرة انتخابية موزعة على الولايات التركية والبلغ عددها 81 ولاية ومع صدور قرار المصادقة هذا من طرف الهيئة العليا للانتخابات تبدأ عمليا مرحلة الحملة الانتخابية بعد حسم عملية تقييم القوائم والاعتراضات المقدمة عليها وتبين معطيات قرار الهيئة العليا للانتخابات أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية وحزب اليسار الأخضر الكردي وأحزابا أخرى في تحالف جمهور قدمت مرشحين لجميع الدوائر الانتخابية في الولايات بينما قدم حزب الشعب الجمهوري المعارض والمنافس الرئيسي لحزب العدالة والتنمية على 80 دائرة فقط والحزب الجيد في 78 دائرة بدوره قال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينار إنما لا يقل عن 133 ألف ناخب من متضرري الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبية البلاد في شباط الماضي سيدلون بأصواتهم خارج مناطقهم بعد أن غيروا أماكن اقتراعهم المسجلة إلى مناطق أخرى في وقت بلغ عدد من يحقوا لهم المشاركة بالاقتراع أربعة وستين مليون ومئة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وواحد وأربعين مواطنا وفقا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات ومع اقتراب العد التنازلي للانتخابات ستبقى المنجزة والوعود الانتخابية المنطقية وانعدام الخلافات الداخلية هي من ستقرر الفائز في هذه الانتخابات المصيرية